اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقصر الكلمة نتحدث عن القصر بعد ذلك في الكلمات الفرشية بمعنى حذف الالف الكلية إذا كنا نتحدث في باب المد عن باب المدود وقل القصر بمعنى تحركتين إذا تحدث في الكلمات الفرشية وقال لك اقصر معنى احذفه هذه الالف كليات من أن يستوعد اقصر هذه الكلمة بمعنى احذف الألف منها أو احذف حرف المد منها بالكلية لكن هنا في باب المد القصر معناته الحركتين تمام طيب قال لي فإن ينفصل إذا كانت الهمزة منفصلة عن حرف المد قال ليش قال لي فأقصر طب لمين قال لي بادره قالون طالبا الدوري بخلفهما إذن لهما خلف قصر وتوسط أو قبل لسا قصر وجه آخر الوجه الآخر لسا أنا برضو مش عارفه قال لي يرويك درا برضو الإمام السوسي والدال ابن كثير ومخضلة هنا الوقت معا للفصل إذن قال لي هنا الذي يقرأ بقصر المنفصل الإمام قالون والإمام الدوري بخلف عنهما أنا عرفت لهم القصر طب إيش مقدار المادة الثانية لسا مش عارف وثم يعني عقب كمان أنه يرويك درا الإمام السوسي والإمام ابن كثير قولا واحدا هدون إذن 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 قال لي هنا قال لي بالقصر قالوا قالوا بخلف والدوري بخلف وابن كثير والإمام السوسي هدون إيش قرأوا بالقصر طب باقي القراء ما ذكرهم مش تمام طب إيش الخلف تاعة الإمام القالون والإمام الدوري برضو لم يذكروا طب كيف عرفت أيضا بالشهرة وما نقل عن القراء تمام والآن رح ليجي للمقدر مدودة الآن عملكوا شرايح ما تقلقوا شنشاء الكريم رح نعطيكوا بالتفصيل إذن فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا طبعا هنا أو خلينا ننتقل إلى الشرحة اللي بعدها ونذكرون قال لي كجيئة وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى الآن أتالي بالأمثلة أول مثال كلمة جيئة مد واجب متصل كيف عرفت أنه متصل أيضا أنا قال لي اتصاله تمام وعن سوء برضو برضو انتبهوا سوء وليس سوء لأنه سوء رح تكون إيش مدلين وهذا رح ناخده بعد أكي من البيت وشاء كلمة برضو مد واجب متصل ثم قال لي ومفصوله وإيش المفصول جاب لأمثلة في أمها هاي مثالة لي ولاحظوا إحنا في أمثلة المد الواجب المتصل جاب لي مثالة للياء جيئة ومثال للواو سوء ومثال للألف شاءة ومفصوله في أمها مثالة إيش للياء نعم الآن المفصول للمنفصل قال لي في أمها مثالة إيش للياء أمره إلى إلى الواو طب هل جاء بالألف لم يأتي لكن بعض الشراح قالوا لعلها تكون عبقرية من الإمام الشاطبي أنه أتى أمها أمره مع أنها مش موجودة في القرآن مش موجودة لكن لعلها تكون نوع من اللطائف تحت الإمام الشاطبي قال أمها أمها أمره أمها أمره لعلها تكون هو يقصر فيها أو هذا المثال أتاك به ليأتي بالحرف الألف لكن مع أنها مش موجودة في القرآن تمام لكنه هذا مثال أيضا ليش للمد الجائز المنفصل للألف تمام كأنها إشارة أو لطيفة من لطائف طبعا أمثلة المد الواجب المتصل والمد الجائز كثيرة مناش ندخلها كده أدو عارفين أنتو مش رح ندخلها الآن ندخل على مقادير المدود للقراء من طريق أشياء طبية مقادير المدود في المد المنفصل عندنا إما الإشباع وإما التوسط وإما القصر فقط وإما القصر والتوسط الإشباع لمن لورش وحمزة أو حمزة وورش مش مشكلة أنا لكن بالترتيب وورش وحمزة تمام التوسط ابن عامر وعاصم والكساية هدون لهم فقط التوسط لا يوجد لهم أي شيء آخر القصر لمين فقط بادره أو درا إذن لمين للإمام ابن كثير والإمام السوسي القصر والتوسط قالون والدور نعم دور البصر نعم إذا قلت لك الدوري معناة أقصد في دور البصري تمام وهكذا عادت العلماء إذا أراد يعني أرادوا أن يتحدثوا عن دور الكساية يقول دور الكساية إذا قالوا الدوري خلاص هم بيقصدوا في دور البصري فأحلى ماشيين على منهجهم يعني في هذا الأمر تمام وضحات هذه النقطة نعم الآن مقادير المدود للقراء من طريق الشاطبي أخذنا اللقاب القليل على إيش للمد المنفصل الآن في المتصل مقادير المدود عندنا إما الإشباع وإما التوسط إما الإشباع أو التوسط والإشباع هنا حسب الترتيب التوسط والإشباع عندنا قالون وابن كثير والبصري وابن عامر والكسائي وعاصم والكسائي يقروا بيش بالتوسط من بقيها؟ إمام نافع والإمام عفوا الإمام ورش والإمام حمزة قروا بيش للإشباع هنا جماعة لأخذوا الأمر المدود الأمر المدود هين يعني أنا عندي أصحاب التوسط المجموعة أو قبل أخذ أصحاب الإشباع في المد الجاز المنفصل أو احفظوا دائماً أصحاب الإشباع حمزة وورش هذول اللي يشبعوا دائماً سواء في المتصل أو المنفصل هذول أصحاب إشباع هنا وكانوا أيضاً قبل شوي في المتصل برضو هما نفسهم أصحاب إشباع أصحاب باقي القراء في المد الواجب المتصل عندهم التوسط أمر هين في المتصل أمر هين عندك أمرين يا إما إشباع يا إما عندك توسط أصحاب الإشباع هما ورش وحمزة ورح يتخررون في المد الجاز المنفصل طب باقي القراء لهم التوسط طيب هذا في المد الواجب المتصل طب في المد الجاز المنفصل قال لي ورش وحمزة إشباع قصر فقط قال لا ابن كثير والسوسي الراوي الثاني اللي مع السوسي اللي هو الإمام الدوري الدوري وقالون لهم القصر والتوسط باقي القراء لهم التوسط يعني أنا ممكن أقسمها حتى إلى ثلاثة أقسام تمام ثلاثة فقط إما إشباع وإما توسط أو قصر بخلف عنه أو قولا واحدا بس إحنا لو نكون أربع ونكون أفضل عشان تكون المعنى أوضح تمام إذن مين أصحاب الإشباع في المد الجاز المنفصل ورش وحمزة أصحاب القصر فقط ابن كثير والسوسي أصحاب التوسط فقط لا التوسط فقط ابن عامر وحمزة ابن عامر والكساء وعاصم فقط وعند أصحاب القصر والتوسط رح يكون قالون والدوري وهذا مع القراءة أنتو لما تقرأوا كثير للقراء بسر هذه الأمور عنكم ساهلة يعني مش محتاجة أنه الواحد يفكر فيها بدنا نأتل الآن لمقادير القراء أو المدود للقراء من طريق الشاطبية والتيسير لأنه ممكن واحدة تقول لي طيب احنا بنعرف أن المد الواجب المتصل أربعة وخمس صح؟ صح؟ صحيح أربعة أو خمس أَو الله أنا ضعي بدنا نتبه لهذه الخطة الشائعة اللي بيقول لك أربعة وخمسة وا نحن نقول أربعة أو خمسة وممكن نقول لك أربعة ونص وأربعة وثالث تربع وأربعة وربع تيجي فيها أربع وبمكن البعض بيقول لك من أربعة إلى خمسة كمان تمام فهذا خطاء فنتبه أربعة أو خمسة طيب كيف الأربعة أو الخمسة من وين أجت؟ الآن ننجي على الفرق بين الطريق الشاطبية وطريق التيسير أو كتاب التيسير إيش الفرق بين المدود نأخذه في المذة في المد المتصل عندنا الإمام الشاطبي والإمام الداني صاحب التيسير الإمام الشاطبي له الإشباع لورش وحمس أخذناه وله التوسط لباقي القراء صح طيب الإمام الداني له الإشباع لورش وحمس أخذناه زي بعض فيش مشكلة فويق التوسط لعاصم فويق التوسط مقصود فيها إيش خمس حركات التوسط لابن عامر والكسائي فويق القصر الثلاث حركات لقالون وابن كثير والبصري نعم لما نقول لك فويق التوسط فويق القصر الثلاثة فويق التوسط الخمس حركات يعني نعم لما نقول لك التوسط أربعة فويق التوسط خمسة طيب القصر حركتين فويق القصر الثلاثة طيب قديش مقادر المدود عند الداني لإشباع 6 حركات لورش وحمزة فويق التوسط يعني خمس حركات لعاصم التوسط لابن عامر والكسائي لفويق التوسط لقالون وابن كثير والبصري طيب هل هذا مطالبين فيهن؟ الآن مش مطالبين بس أنتوا عشان الآن مش فيها الله المسوى وراقي وعالي فأحبين أننا الذكية معا؟ في دورة من كثير؟ بتكون أنتوا فرق مثلا عنكم القبلة فرقت بين المنهجين عملتكم الخلاف لكن من طريق الشاطبية من طريق الشاطبية أربعة فقط وحمزة وورش لهم الستة فقط واحنا ما سنأمل فيه هنا اللي هو من طريق الشاطبية واضحة؟ أنقل على الشريح الوراهات رح ناخد المنفصل الآن ثلاثة فويق القصر لما أقول لك هيا القصر حركتين فويق القصر ثلاثة التوسط أربعة أربعة فويق التوسط خمسة الإشباع طبعا نقول لك الإشباع أو الطول اللي هو ستة حركات ممكن بعض العلماء عبروا عنها بالطول تمام طيب هذا في المذهب المتصل طب في المنفصل طب لأن أيضا الشاطبي وداني وحنلاحظ أن الإشباع برضو لحمزة وورش أدوها لأصحاب إشباع معرفين يا جماعة أصحاب مات طويل هذا مش مطالبين فيه هذا لكم للمعرفة قالك أنت تعرفي حتى لما واحد يقول لك أنت كيف تجيب الخمسة؟ تقولي والله من طريقة التيسير الخمسة لأن الإمام عاصم هو من طريق إيش؟ التيسير نعم آه طبعا لا مدام أنت قرأت بمقدار معين لابد أن تتبقي عليه لكن إحنا في قراءتنا العادية ممكن نأتي بالأربعة وممكن نأخذ بالخمسة لأن إحنا عنا الشاطبي بالأربعة قال مثلا العاصم عاصم قال العاصم إلو أربعة والداني قال إلو خمسة فإحنا بنأخذ من الأمرين بنجمع من الأمرين طيب الشاطب له الإشباع يقول أن الإشباع لورش وحمزة والتوسط لابن عامر وعاصم والكسائي والقصر فقط لابن كثير أخذناها قبل شوي والقصر والتوسط لقالون والدوري وبنأكد أن المقصود دوري مين؟ دور البصر طيب الداني إيش قال؟ الداني قال إن الإشباع برضو لورش وحمزة إذن ورش وحمزة هدولة دائما حطوه في بالك وأصحاب إشباع أصحاب طول فويق التوسط لعاصم فويق التوسط خمس حركات التوسط فقط لابن عامر والكسائي والقصر وفويق القصر لقالون والدوري يعني أنا ممكن أجيب قصر حركتين أو ثلاث حركات لقالون والدوري من طريق إيش؟ أو حسب كتاب التيسير كتاب الداني طيب إذن القصر وفويق القصر لقالون والدوري والقصر فقط لابن كثير والسوسط ابن كثير والسوسط الجماعة دائما أحفظهم أصحاب قصر زي ما قلنا الإشباع ورش وحمزة القصر فقط دائما السوسط وابن كثير الدوري والإمام قالون متأرجحين تمام؟ في عندهم نوع من التأرجح وضع هيك النقطة؟ في سؤال؟ الآن تخلص الحديث عن إيش؟ عن المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل وطبعا نحن بنعرف أنه أنواع المدود تنقسم بداية إلى قسمين إما قسم بسبب لفظي وإما معنوي المعنوي لأجل معنى معيلة لا ريبة فيه المهم يمد أكثر من اللازم أكثر من المد العائق الطبيعي هذا ليس حديثنا الآن لأن هذا يؤخذ في طيبة النشر حديثنا الآن عن إيش؟ أو في هذه الدورة عن السبب المعنى اللفظي والنفظي يجمع بالقسم إلى ثلاثة أقسام إما أو عفوا نبخلنا نقول لقسمين إما بسبب الهمز وإما بسبب السكون إما بسبب الهمز وإما بسبب السكون إذن قال لي وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد جروى لورش مطولة خليكم هاي قال لي وما بعد همز ثابت إيش هو اللي بعد الهمز؟ حرف المد إذن أن يأتي حرف المد بعد همز هذا إيش اللي نتعرف عليه إحنا عنا؟ إيش اسمه؟ مد البدل إذن حديثنا الآن عن إيش؟ عن مد البدل قال لي وما بعد همز ثابت أو مغير أو مغير إذن عنا ممكن يكون الهمز ثابت أو مغير تمام؟ لو قلنا كلمة آمن ثابت آمنوا إيمان أوتوا تمام؟ هذا إيش كلها؟ مدود بدل ألف هايواو تمام؟ إذن هادو المد فيه ثابت أو الهمز فيه ثابت الهمز فيه ثابت بيش الهمز؟ قال لي أو مغير إيش مغير؟ بدنا اللحظ بس قبل ما ندخل على نقول إيش مغير هذا الباب خاص بالإمام ورش أو الأبيات القادمة الآن هذه خاصة بالإمام ورش تمام؟ قال لي ثابت أو مغير إيش المقصد في المغير؟ المغير يأتي على ثلاثة أحوال ممكن أن يكون نقل طبعا التغيير في الهمزة جماعة أربعة أشكال قبل ما ندخل مش بداية عن الورش قبل ما ندخل لورشة ممكن يكون بالتسطيل حذر سنزمونا أخدناهن تذكر في حمزة أنت كنت معنا في حمزة؟ إيش أخدناهن؟ أيوان؟ أيوان؟ وإبدال، ينور عليك إذا في عندنا إما أنواع التخفيف للهمز أربعة أشكال هذه عامة أيوان؟ بالنسبة لنا أن الإبدال ممكن أن نكون التسطيل او النقل او الإبدال او الحذف لتغيير الهمزة ماي الأربعة أشكال؟ تسطيل التسطيل قبل بعيني أبدا جميع اما التسير واما الابدال واما الحذف واما النقل تمام هاي اربع اشكال طيب قال لي اذا جاء المد البدل وكانت هذه الهمزة اللي موجودة في مد البدل هذه 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 مغيرة طب ايش انواع تغيير من الاربع انواع للامام ورش قال لي عنده النقل موجود عنده النقل وعنده التسير وعنده الابدال لكن لا يوجد عنده الحذف لا يوجد عنده الحذف هاي الاربع عنواع لا ايه شو هي لا هذه الابدال لا لا هذي كان اما ان هؤلاء او البغاء ان هذول اما ان تسهلي او تبدل الى اياء مادية او تبدل الى اياء متحركة ابدال طيب نجيب الامثلة نجيبك الامثلة تفضل الاخرة الاخرة بقول لي هذه الكلمة بدأ امحها هنا عشان نكتبها قال لي كلمة الاخرة قبل كلمة اخرة ما تبدل تمام طيب الاخرة قال لي الامام ورش ايش بيعمل بنخل حركة الهمزة الى الحرف الساكن الذي قبلها ثم يحذف هذه الهمزة كيف نصير الاخرة الى الاخرة ايش عمل نقل حركة الهمزة وحذف الهمزة اذا هذا يسمى ايش نقل الاخرة تمام اذا ايش يحذف تبقيق الراحة ان شاء الله رح نخطوه في المنطقة اذا ايش عمل نقل تمام طيب هذا الامر الاول هذا من هذا يعتبر همز ثابت ولا متغير قال لي متغير كيف عرفت انه متغير قال لي هل الهمزة موجودة انا شايفها بقول له لا اذا قال لي هذا متغير قبل ما ناخد حكمه رح ناخد الامثة بس قال لي هؤلاء الهة هؤلاء الهة هؤلاء الهة قال لي هذه عند النطق فيها يقرأ الامام الامام ورش هؤلاء هؤلاء ياليها ي ياليها اذا ايش عمل هنا هذا ابدالها الى ي هؤلاء ياليها طبعا ما اقدر ما تقدش ها يكون هنا ستة وهنا ستة هؤلاء ياليها ياليها تمام طبعا ما هنا ما تبدل لسه ما تحدثناش عنه رح نتحدث عنه فيما بعد وكلمة الاخرة برضو ما تبدل ما زال ما تحدثناش عنها مثال اخر جاء آن اشتركوا في القناة